السلام عليكم اشتقتلكم كتير من الفيديو الماضي اليوم احباقي رح نعمل الاس حلويات بطريقة جدا سهلة بطريقة بسيطة من دون ولا اي تكلفة اضافية بالخبز الموجود عندكم بالبيت رح نصنع منه الاس حلويات وبس حدا ياكل منه صدقوني مش رح يخطر عباله انه هيدا بالاساس خبز طريقة كتير بسيطة ان شاء الله يرى بتنال اعجابكم وتحبوا الفكرة اليوم احباقي من هيدا الخبز رح نصنع الاس حلويات بس اول الشي فجرولي هيدا الفيديو كتير لايكات احباقي واذا حبيتوا اليوم الفكرة بتمنى تعملوا لشارعة كل صفحاتكم للكل يستفيد من هيدا الافكار البسيطة لانه انا بتاكدي كتير من الناس رح تحب الفكرة وراح تنشرع عندها لانه نحنا فيتين على ابواب شهر رمضان المبارك وكتير ناس رح يستفيدوا من هيدا الافكار الكتير بسيطة واللي رح تعني له نكتير عندي هيدا الخبز متل ما شايفين انا رح باشر بتقطيع الخبز مفروض يتقطع الخبز واكيد فيكن اه اه تستخدموا غير انواع خبز باس قابل ما نتقطع الخبز رح نباشر بعملان القطر انا بحاجة لكوبين من السكر وبنفس الكوب انا رح حط كوب واحد من الماي متل ما شايفين وهلأ رح شيلهم على النار ووقت تغلي عند الماي او ووقت تسخن شوي عند الماي رح اعصر عليهم عصرة خفيفة من ليمون الحامض وبس يغلوا لمدة عشر دقايق رح ارجح حط عليهم ماء الزهر هوني متل ما شايفين سخنوا عندي ولا شيعطوا فقايعات رح نزل عليهم عصرة متل ما قلت لكم من ليمون الحامض عصرة كتير خفيفة رح نعطيهم تقليبي كليتهم بقلب بعض وهون بعد ما غالوا بعد عشر دقايق نزلنا فيهم ملعة واحدة من ماء الزهر وطفاينة تحتهم انا هون بشارت بتقطيع الخبز متل ما شايفين احبقي اذا كنتوا جدادة عندي بالقناة واليوم هيدا الفيديو كتير عجبكن وحبيتو وحبي نوصلكم كل جديدين نزلوا هلأ لتحد لاسفل الفيديو كبسوا اشتراك وفعلوا الجرس كبسوا عكلمة الكل بهيدا الطريقة بتكونوا نضميتو لعيلتنا الكبيرة يا اهلا وسهلا فيكن واكيد اكيد رح يوصلكم مني كل الاشعارات وكل جديدين هون عندي حليب بالنسبة للحليب فيكنوا تضيفوا الحليب فيكنوا تلغوا الحليب فيكنوا تضيفوا الماء المغلية بس مش اكتر بس انا هون حبيت ضيف الحليب بس لحتى زيد نكهات مفروض طبعا ينضاف الحليب الساخن انا هون استخدمت الحليب البودرة حتيت متل ما شايفين كوب ماي وحتيت بقلبه ملعتين ونص من الحليب البودرة وحركتهم بكل بساطة رح نزلهم مباشرة فوق الخبزات لحتى يتشتش مع الخبز وقدر اعجنوا بكل بساطة رح اتركوا لبدة خمس دقايق بما انه عندي هون الحليب سخن فبسرعة عندي الخبز رح يتدخل او الحليب رح يتدخل بالخبز بطريقة كتير سريعة هون احبائي بعد ما تركتهم خمس دقايق رح ضيف علي هون ربع ملعب من الفانيليا فيكم تضيفوها فيكم تلغوها يعني ما ضروري تنضف ابدا بس اذا ضفتوها حتزيدوا نكهات كتير طيبة للخبز او للحلويات اللي يوم بدنا نعملها هلأ شو رح اعمل رح باشر بعجن الخبز بهيدا الشكل مع الحليب كله بقلب بعضه متل ما شايفين كله من العجن لحتى اللي عندي كل الخبز يتفتفت او يتقطع قطع كتير صغيرة كتير ناس بتبحث عن هيك وصفات تكون كتير بسيطة وتكون كتير سهلة وكمان تكون غير مكلفة ابدا متل هيدا الحلويات اللي يوم رح نعملها ما فيها تكلفة نهائيا احباقي متل ما شايفين بتمنى يا رب كل الناس تستفيد من هيدا الفكرة اليوم متل ما شفتو يعني حوالي تقدم هيدا الفيديو ان شالله يا رب ينال اعجبكم حلق رح باشر باخد متل ما شايفين الخبز بهيدا الشكل وبلش اعملوا دو ويرات انتو بتتحكموا بالحجم فيكن تزغروا فيكن تكبروا هيدا الموضوع اختياري يعني الخبز موجود بكل البيوت متل ما شفتو وعنكم الفانيليا اذا حبيتو بتحطوها اذا ما بدكن ما فيكن ما بدكن تحطوها ما تحطوها والحليب كامل اذا بدكن تحطو حليب حطو اذا ما بدكن تحطو حليب فيكن تلغو الحليب وتحطو كوب من الماء المغلية يعني كل ياتون بيعطوني نفس النتيجة بس اكيد نحنا باضافة الحليب شوي صغير من الفانيليا عم نعطي نكهات اضافية بس بالنهاية كل ياتون راح يودونا اه يعني لنفس الحلو اللذيذ اليوم اللي راح نعمل هم بعد ما متل ما شايفين بعد ما دورتوا كل ياتون ليكون كيف طالعين غير شكل راح انتقل هلأ مباشرة على النار لمباشر بقلي الخبز حمات الزيت لايكو اسم الله الخبزات عندي ما تخافوا مش راح يفرطوا ابدا هلأ ممكن الناس يقولوا ان راح يفرطوا الخبزات وقتين حطوا بالزيت لأ ابدا ما راح تفرطها تضل الحبي متماسكي مع بعضا ورح تتأمر تقمير وتصير شبه العوامي مستحيل حدا يكشف انه هيدا خبز راح يفكروها ان عوامي او لقمة القاضي يعني نفس الشكل وحتى النكهة كتير قريبة لالها بس اكيد لقمة القاضي او العوامي بتجي من برها مقرمشة بس اكيد هيدا الحلويات اللي اليوم عملناها مانا كتير مقرمشة ابدا واذا حابين تخلوها تقرمش شوي فيكنوا تضيفوا عليها ملعتان من النشا واكيد باضافة زيادة من الحليم بس انا هون ما حبيت اعطي كتير مكونات لحتى طبعا الكل يقدر يعملها هون بشرنا بالقلق ان شاء الله طلعين غير شكل وحتى هلأ رح ياخدوا لون كتير حلو هون انا جهزت القطر متل ما شايفين او الشربات لانه مباشرة وقت يحمروا معي تحمر معي هالحلويات اللي انا اليوم عملتها من الخباز بدي حطها مباشرة بالشربات او بالقطر شفتوا صمالة لونة وشكلة يعني شي روعة بتمنى احبائي هيدا الفيديو تعملولو شير عنكن لحتى طبعا يوصل لأكبر عدد من الناس وكل الناس تستفيد من هيدا الفكرة لايكوا صمالة اللون لايكوا الجمال حتى ريحتهم صدقا صدقا شي بياخد العقل ريحت الفانيليا مع الحليب طالعة غير شكل هلأ رح باشر بوضعهم بهيدا الشكل بهيدا الطريقة فيكن تزينوهن بالسكر حبيبيت او حتى فيكن تزينوهن بالسكر البودرة او فيكن اذا بدكن تحطوا الفستق الحلبي متل ما انا زينتن وهيدا النتيجة النهائية احبائي حلويات لذيذة جدا من مكونات موجودة بكلبات من الخبز درت اصنع الاز حلويات ياراب تستفيدوا منها متل ما شفتوا كتير بسيطة وكتير سهلة انا بحبكم كتير كتير بوساتي كتير كبيرة للكل رح اشتقلكم للفيديو القادم ما تنسوا اللايك والشار واذا بعدكم ما اشتركتم تشتركوا بالقناة ليسا لكم كل جديد في للك غادرة